سطر أبطال القوات المسلحة سجلاً حافلاً من التضحيات والبطولات عقب ثورة الثلاثين من يونيو حيث تصدب أجسادهم وأرواحهم للأعمال الإرهابية التي هددت الشعب المصري تضحيات أبطال القوات المسلحة مكنت الشعب المصري من استكمال أهداف الثورة وتحقيقة محاطه المشروع في مستقبل أفضل للبلاد المزيد عن بطولات أبناء القوات المسلحة تستعرضه لنا الزميلة حكمة عبد الحمد تحية طيبة أثمان ضاهزة تدفعها الأوطان في سبيل ضمان أمنها واستقرارها وفي مصر وبعد ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة سطرت القوات المسلحة التي انحازت لمطالب الشعب خلال الثورة سجلاً حافلاً من البطولات لحماية مصر وشعبها والعمل على تمكينه من استكمال أهداف الثورة وتحقيقة محاطه المشروعة في مستقبل أفضل للبلاد حائط بطولات القوات المسلحة الذي وقف حائلاً أمام الجماعات الإرهابية حافلاً بالمحطات لعل كان أبرزها نجاحه في التاسع عشر من يونيو في عام 2014 في التصدي لمحاولة فاشلة من عناصر إرهابية لاختراق إحدى نقاط حرس الحدود بالقرب من واحد الفرفرة باستخدام سيارات تحمل مواد شديدة الانفجار وقوادف وقنابل يدوية وعلى الرغم من استشهاد عدد من جنود البواسل إلا أن قوة النقطة حالت دون اقتحامها وفي الحادي عشر من نوفمبر في عام 2014 قامت عدة قوارب تحمل مجموعة من الإرهابيين بإطلاق النيران من عدة اتجهات مختلفة على لنش تابع للقوات البحرية على بعد أربعين ميلاً بحرياً شمال ميناء ضمياط والتي تصدت لهم ببسالتها المعهودة ما أصفر عن تدمير القوارب الأربعة والقبض على 32 إرهابية في التاسع من أغسطس في عام 2015 نجحت عناصر تأمين من الجيش الثالث الميداني بإحباط هجوم إرهابية بنطاق أسواق بدر بمحافظة السويس وفي التاسع والعشرين من يوليو 2016 أحبطت قوات مكافحة الإرهاب في شمال سيناء محاولة إرهابية لتفجير كمين أمنية بمدينة الشيخ زويد ليتم تفجير سيارة مفخخة قبل وصولها للكمين عقب ذلك اشتباكات للقوات مع 15 إرهابياً تم القطأ عليهم جميعاً وفي عام 2016 أيضاً وبالتحديد في 14 أكتوبر قامت مجموعة إرهابية بمهاجمة كمين زغدان في شمال سيناء وأصفر اشتباك القوات معهم عن إلحاق خسائر في صفوف الإرهابيين وبقتل 15 وإصابة العديد منهم واستمرت أعمال البحث والتمشيط للمنطقة ما أصفر عن استشهاد 12 وإصابة 6 آخرين من أبطال القوات المسلحة ورغم تعدد العمليات البطولية لقواتنا المسلحة في مواجهة الإرهاب إلا أن عملية كمين البرث تبقى الأبرز والأكثر قرباً لوجدان الشعب المصري ذلك بعد تصدي أبناء مصر من القوات المسلحة في 7 يوليو في عام 2017 لهجوم إرهابي على نقطة تمركز في جنوب مدينة رفح المصرية ما أصفر عن استشهاد 26 من أبطال الجيش كان أبرزهم قائد الكتيبة 103 سعقة العقيد أحمد المنسي ومقتل أكثر من 40 إرهابياً منتصف أكتوبر 2017 نجحت قوات إنفاذ القانون في التصدي لمحاولة فاشلة لاستهداف نقاط تأمين بمنطقة القواديس في شمال سيناء أصفرت عن استشهاد 6 من أفراد قواتنا المسلحة ومقتل 24 إرهابياً وإصابة آخر وتدمير عربتي دفع رباعي تستخدمها العناصر الإرهابية وفي إطار العملية الشمال سيناء 2018 والتي استهدفت وضع حد للعملية الإرهابية والسعادة الأمن والاستقرار تمكنت عناصر من القوات المسلحة في 14 من أبريل 2018 من إحباط عملية إرهابية كبرى إثر محاولة لأربعة عشر عنصراً إرهابياً لاقتحام أحد معسكرات القوات المسلحة بمنطقة وسط سيناء أصفر عن استشهاد 8 وإصابة 15 من أفراد القوات المسلحة ومقتل جميع العناصر الإرهابية في 9 من فبراير 2020 نجحت عناصر من القوات المسلحة بإحباط هجوم إرهابية على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء ما أصفر عن استشهاد ضابطين وإصابة خمسة مجندين ومقتل عشرة إرهابيين 2020 وبالتحديد في 21 من يوليو نجحت قواتنا المسلحة بإحباط هجوم إرهابية على أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد أصفر عن استشهاد 2 من أفطال قواتنا المسلحة وإصابة 4 آخرين أثناء قيامهم بأداء واجبهم الوطنية ومقتل 18 إرهابية في 7 من مايو 2022 قامت مجموعة من العناصر الإرهابية بالهجوم على نقطة رفع مياه في غرب سيناء ليتم التصدي لها واستشهاد ضابط 11 جندية وإصابة خمسة أفراد إذن هو نجاح فائق حققته مصر قواتها المسلحة في مواجهة الإرهاب والتطرف منذ عام 2013 عبر تضحيات عظيمة وإرادة وعزيمة بل واستراتيجية استباقية تحقق الأمن وتحفظ الاستقرار في مختلف ربوع وطننا الغالي ترجمة نانسي قنقر